الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نتابع درسنا في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني من عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى مع شرحه تيسير العلام للشيخ العلام عبدالله من عبدالرحمن البسام رحمه الله عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني من عبدالواحد المقدسي رحمه الله مع الشيخ عبدالله من عبدالرحمن البسام ولازلنا بارك الله فيكم في كتاب الصلاة وأنهينا في الدرس الماضي باب القصر أو باب قصر الصلاة في السفر وبعد ذلك قال المصنف رحمه الله باب الجمعة We're still in the book of the prayer in the previous class with the bounty of Allah subhanahu wa ta'ala we were able we completed the chapter regarding shortening the prayer during travel and after that the author رحمه الله he mentioned a chapter regarding الجمعة the friday friday prayer قال المصنف رحمه الله باب الجمعة أورد هذا الباب المصنف رحمه الله يبين أحكام الجمعة ويبين مشروعية صلاة الجمعة وما يتعلق بها من أحكام so the author رحمه الله he has this chapter to clarify the legislation of praying جمعة also to clarify some of the rulings regarding the day of juma the fridays its rulings and the rulings regarding the prayer of juma فَيَوْمُ الْجُمُعَ هُوَ أَفْضَلُ أَيَّامِ الْإِسْبُعُ وَقَدْ خَصَّ اللَّهُ بِهِ الْمُسْلِمِينَ وَأَضَلَّ عَنْهُ مَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْأُمَمْ كَرَمًا مِّنْهُ وَفَضْلًا عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ subhanahu wa ta'ala the day of juma is the best of the days of the week Allah subhanahu wa ta'ala made it specific for this umma for the muslims Allah subhanahu wa ta'ala made those who were before us become misguided from the day of juma and this is from his bounty subhanahu wa ta'ala upon us وَلِهَادَ الْيَوْمِ تَصَائِصُ مِنَ الْعِبَادَاتِ there are specific acts of worship for the day for this day for the day of juma وَأَعْضَمُهَ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِيَا آكَدُ الْفُرُودِ from the greatest of them is the prayer the juma prayer which is one of the most important acts of worship one of the most emphasized obligatory actions وَكَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ في يوم الجمعة قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة فجرها it is also recommended to recite the surah السجدة and the surah الإنسان in the fajr when praying fajr on juma وَكَذَلِكَ أَحَبُّ صَلَاتٍ إِلَى اللَّهُ هِيَا صَلَاتُ الفَجْرِ في جَمَاعَهِ في يوم الجمعة the most beloved prayer to Allah is the fajr prayer on the day of juma in congregation وَكَذَلِكَ يُشْرَعُوا فِيهَا وَيَسْتَحَبُّ في يوم الجمعة قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة it is also recommended to recite surah الكهف on juma وكما ذكره العلم يجوز أن تقرأ ويبدأ وقت قراءتها من غروب شمس يوم الخميس من ليلة الجمعة يجوز ويشرع قراءة سورة الكهف ويمتد إلى قبل غروب شمس يوم الجمعة يعني إلى بعد العصر من يوم الجمعة it is recommended to recite surah الكهف and the timing for it starts from sunset on Thursday after the sun sets on Thursday the legislation starts and the timing continues meaning that one is recommended for the person to recite surah الكهف one time and it continues until مغرب of جمعة يعني before the sun sets on the day of جمعة وكذلك يعني يستحب فيها في يوم الجمعة يستحب فيه كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم it is recommended to send the salutations of Allah and the blessings of Allah onto the messenger صلى الله عليه وسلم جمعة ويستحب الارتسال والتطيب وفي الارتسال طبعا خلاف بعض أهل العلم يرى الوجوب ولكن الراجعة الراجحة وأنه يستحب إلا لمن احتاج إليه كمن كان فيه رائحة العرق مثلا وذلك أو طبعا من كان عليه غسل واجب يعني من جنابه أو مشاكل ذلك فإنه يجب عليه غسل الجمعة وغسل الجمعة متعلق بصلاة الجمعة كما قال أهل العلم فمن وجبت عليه صلاة الجمعة فإنه يستحب له غسل الجمعة إلا إن كان محتاجا فإنه يجب عليه نعم فإنه يستحب له غسل الجمعة وكذلك يستحب التطيب يوم الجمعة طبعا هذا للرجال خاصة فإنه يستحب التطيب ويستحب لبس أحسن الثياب التي يقدر عليها فإنه يستحب التطيب ويستحب التطيب ويستحب التطيب إلى صلاة الجمعة مبكرا ويستحب الاشتغال بالذكر والدعاء إلى حضور الخطيب يجب التطيب ويستحب الاشتغال بالخطب ويستحب الإنصالة للخطبة ويستحب الإنصالة للخطبة Because there is a time during that day, during Jumu'ah, in which Allah SWT answers the supplication. لا يرد فيها الداعي. No one's supplication is rejected. وقد اختلف في تعينها العلماء. The people of knowledge have differed in regards to specifying what is this time in which the supplication is answered. فمنهم من قال إنها من جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة. Some of the people of knowledge, they say that it is from the time that the imam comes and sits on the member until the end of the Friday prayer. ومنهم من قال إنها آخر ساعة بعد العصر. وهذا قول جمهور الصحابة والتابعين. اختره الإمام أحمد. والله أعلم هذا هو الراجح. Some of the people of knowledge, and this is a stronger opinion, the majority of the people of knowledge from the صحابة رضي الله عنهم, the companions of the messengers صلى الله عليه وسلم and their followers, and it is also the opinion of الإمام أحمد بن حمد رحمه الله that it is the last hour of Jumu'ah from after Salat al-Asr until the sun sets on the day of Jumu'ah. وللصلاة في يوم الجمعة خصائص لا توجد في غيرها. There are very specific things in regards to the prayer on Jumu'ah, which is not found in other prayers. من الاجتماع والتأكيد على اتيانها, that the people gather, and it is highly emphasized that the people come and attend it. وأيضاً هناك شرط لصلاة الجمعة هي أن يكون الإنسان غير مسافر بل أن يكون مقيماً. يعني هذا لشروط وجوبها. That it is from the conditions for it to be obligatory upon the person is that he is not a traveler. وأيضاً يتقدم في الجمعة تقدم الخطبتين عليها ويشرع أيضاً الجهر في قراءتها ويحرم البيع والشراء بعد النداء لها لمن تجب عليه صلاة الجمعة. It is recommended, or it is from the legislation, is that the two khutbah, the two sermons, are done before the prayer. And it is legislated to recite out loud in the Friday prayer. And it is impermissible to buy or sell after the call to the Friday prayer. But this is specifically for the one whom it is obligatory upon him to attend the Friday prayer. For those whom it is not obligatory upon them to attend the Friday prayer, then they are allowed to buy and sell. وقد جاء من التشديد في التخلفي عنها ما لم يأتي في صلاة العصر حتى We find that there are hadith warning against missing Friday prayer. That which is not found in regards to any other prayer, even صلاة العصر. لذا أجمع المسلمون أنها فرض عيني طبعاً لمن تجيب علي. Therefore the people, the Muslims have agreed that it is obligatory upon every person whom it is obligatory upon. يعني يستثنى من ذلك مثلاً المسافر وتستثنى المرأة. فلا يعني لا تجيب على المرأة. وكذلك طبعاً الطفل الصغير. It is not obligatory upon a person who is traveling. And also it is not obligatory upon the women to attend جمعة prayer. وقالوا يعني قال أهل العلم إنها أفضل مجامع المسلمين أفضل وقت يجتمع فيه المسلمين هو صلاة الجمعة سوى مجمع عرفة سوى اجتماع المسلمين في عرفة. So after it is the best gathering of the Muslims, as the people of knowledge mentioned, after the gathering of عرفة, the day before Eid, on the day of عرفة, on the mountain of عرفة, for those who are performing حج. This is the best gathering of all the Muslims, the day of عرفة, on the mountain of عرفة, for those who are performing حج, performing pilgrimage. But other than that, the gathering of Jumu'ah, the people of Najari say it is the best gathering and the most emphasized and point gathering of the Muslims. وقد أفرد لها الشيخ ابن قيم رحمه الله فصلاً مطولاً في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن قيم رحمه الله, he has a very long chapter in his book زاد المعاد, and the guidance of the best of the servants, meaning the guidance of the Messenger صلى الله عليه وسلم. He has a long chapter regarding Salat الجمعة and the guidance of the Messenger صلى الله عليه وسلم regarding Jumu'ah Friday and the Friday prayer. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه نعجله إلى الدرس القادم إن كان في العمر بقية ونكتفي بعد المقدار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.